يترأس رئيس مجلس نواب المستشار دكتور رحان في جبال اجتماع عن السبت المقبل بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن مجلس الشيوخ ورؤساء الأحزاب السياسية والحوار الوطني وعدد من الشخصيات العامة وذلك الاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد وصرح الأمين العام لمجلس نواب المستشار أحمد منع أن الاجتماع سيكون إيذانا للجنة شؤون الدستورية والتشرعية بمجلس نواب أن تبدأ في أعمالها بشأن دراسة منتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها بشأن إعداد وصياغة مسودة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية تمهيدا لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشرعية ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة